هذه المساحات الشاسعة من أشجار التفاح هنا ببلدية إهنغيساً بدائرة إيشمول بولاية باتنا مهددة بفعل الجفاف الذي اشتاح المنطقة جفاف قد يقضي على هذه الشعبة الهامة التي تعد مصدر رزق رئيسي لألاف العائلات لماذا يقضي على سويس قزر؟ لماذا؟ يقضي على سويس ستر، مليون ستر، سترنا 24 شجرة البلدية تزيل حالة بلدية فلاحية جبلية فلاحية لكن الزيل حالة تطفن الجفاف أشكتراعي العينة حتى مكانا قرشي قوراوين يقضي على قرن غياب المصالح الفلاحية ومصالح الرئي، هما اللي يوفروا للمواطن هما المصالح هذه عندها غياب تام، موابط جيد الإحصاء انعدام الكهرباء الفلاحية، ثانياً طريق غير معبد أو منعدم المسالك الأخرى ثالثاً عدم وجود أبار ارتوازية مدعمة من طرف الدولة صروة فلاحية هامة في طريق الزوال ما لم تسارع الجهات الوصية في منح ترخيص حفر الأبار من جهة وإنجاز حواجز مائية لاستغلال مياه الأمطار من جهة أخرى حاجز مائي، حاجز مائي، هذا راح يعطينا حلول ولو جزئية للمناطق هذه المتضررة، والحل الاستعجالي هو الأبار الفلاحية عندنا مناطق متضررة جداً من هذه الجفاف تفاح ولاية باتنة من أجود الأنواع بالجزائر والطلب عليه متزايد بالرغم من قلة الإنتاج الذي يرى فيه الفلاحون حلاً بتلبية انشغالاتهم ومرافقتهم للحفاظ على نشاط ازدهر عبر قرون خلطة ترجمة نانسي قنقر